النقطة الثانية التي أريد أن نعود إليها أن هناك مجموعة من المعلومات الأساسية التي أيضا تغيب عن الشارع السعودي أولا في عام 1939 عقد أول مؤتمر للسلام في العالم هذا المؤتمر كان يتبنى القضية الفلسطينية وقتها لم يكن لليهود الذين يعيشون في فلسطين وهم كانوا عداد بسيطة من يهود عرب كانوا يعيشون في فلسطين إلا مطالب بسيطة وهو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان للدولة الفلسطينية القادمة رفضت هذه الفكرة ثم بعد أقل من عشر سنوات أعلن عن التقسيم أيضا ذلك التقسيم كان على حدود بسيطة لدولة إسرائيلية صغيرة ورفض هذا التقسيم للأسف من الدول العظمى العربية في ذلك الوقت لأن السعودية كانت دولة ناشئة ولا تحمل هذه المسؤولية كانت العراق وسوريا ومصر وطلبوا من السكان الأصليين الهجرة لأنهم سيقومون بحرب لسحق اليهود والإسرائيليين في دولتهم المنشأة ورميهم في البحر وكان موقف الملك عبدالعزيز رحمه الله رافضا كان الملك عبدالعزيز يقول لهم لا تنزعوا الناس من بلادهم دعوهم في بلادهم وسلحوهم وأعطوهم السلاح الذي يبقى في أرضه سيبقى متشبثا بها وسيدافع عنها إلا أن الدول العراق وسوريا ومصر رفضت هذا الاقتراح من الملك عبدالعزيز رحمه الله وهو اقتراح كان سباقا وكان لماحا إلا أنهم رفضوه وطلبوا من السكان الفلسطينيين الهجرة وحصلت الهجرة التي بسببها اليوم يوجد هناك نازحون في العالم العربي أيضا مع ما حصل وبعد حرب 48 أرسل الملك عبدالعزيز كتيبتين إلى غزة عن طريق مصر للمحاربة وهناك قتل مئات من السعوديين الذين رووا بدمائهم الأرض الفلسطينية دفاعا عنها الحقيقة تلبيس السعودية هذه المعاسي هي جريمة في حقنا نحن السعوديون فردا فردا على مدى مئة سنة بدلت السعودية من الجهود ومن الأموال ومن الدماء ومن التضحيات إلا أن المملكة العربية السعودية لأن دورها كبير ولأنها الباب الكبير ولأنها الحضن الكبير في العالم العربي لا تمتن على أحد ولا تعلن ذلك في الإعلام وأيضا هي دائما بوجه واحد سواء تعاملت مع الفلسطينيين أو مع غيرهم أي أنها لا تقدم للرأي العام العربي صوتا نضاليا وهي في الخفاة تقوم ببيع الضمير وتقوم بالخيانة كما تفعل قطر وغيرها من الدول التي للأسف خانت القضية الفلسطينية وتاجرت فيها واستطاعت الحقيقة أن تمد في عمر دولها وتنظيماتها لأنها تاجرت بتلك القضية ترجمة نانسي قنقر